في الرسالة الثانية التي وصلت إلى الشيخ المفيد من الناحية المقدسة وأنا أقرأ من نفس المصدر عليكم إمام زماننا يخبر الشيخ المفيد من أنه قد غير مكانه قد استبدل مكانا جديدا بعيدا نائيا وترك مكانه أسابق ويبين له سبب من أن الذي جعله يفعل ذلك هم السباريت من الإيمان السباريت جمع لسبروت بحسب ثقافتنا الشعبية العراقية السباريت هم الذين نصطلح عليهم السرابيت سرابيت جمع سربوت في لغة العربي الفصيحة السباريت جمع لسبروت فالإمام يقول من أن الذي ألجأه إلى هذا هم السباريت من الإيمان الإيمان بيعة الغديرين بيعة الغدير الأول وبيعة الغدير الثاني هذا هو الإيمان فهؤلاء هم الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وإلا فإن العباسيين لا يصفون بهذا الوصف لأنهم كفار من الأصل أما السباريت من الإيمان هؤلاء الذين بإمكانهم أن يكونوا مؤمنين ولكنهم نقضوا إيمانهم وهذا لا ينطبق على العباسيين هذا ينطبق على أكثر مراجع الشيعة آنذاك هذه الرسالة وصلت إلى المفيد سنة 412 للهجرة هذه الرسالة وصلت إلى المفيد قبل وفاته بثمانية أشهر وعشرة أيام بالضبط قبل وفاة المفيد بثمانية أشهر وعشرة أيام وصلت هذه الرسالة من الناحية المقدسة إلى المفيد والإمام يخبر المفيد في أول الرسالة من أنه قد غير مكانه إلى مكان آخر ألجأ إليه من الذي ألجأه إلى فعل ذلك ألجأ إليه السباريت من الإيمان السباريت من الإيمان هم الذين خاطبهم في الرسالة المتقدمة مذجنحا كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون من هنا فإنني أصفهم بالسرابيت اعتمادا على وصف إمام زماني لهم السرابيت باللهجة الشعبية العراقية الإمام وصفهم باللغة العربية الفصيحة إنهم السباريت ألجأ إليه السباريت من الإيمان إلى أن يقول إمام زماننا في آخر الرسالة ولو أن أشياعنا هذا العنوهن العام لكل من يقول من أنني أوالي محمدا وآل محمد وأعادي أعداءه ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لو كانوا أوفياء لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا لكن هذا ليس موجودا فهم في حالة تي لو كانوا هكذا لكانوا في حالة هدى فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم فالإمام كاره لواقع الشيعة وكاره أن يتصل بهم من هنا أوكل أمورهم إلى أنفسهم أوكلهم إلى أنفسهم وهذا هو التيه بتمام معناه هذا هو واقعنا الشيعي ولذا في كل مقطع زماني مجموعة شياب بحوزة النجف من الذين ارتكسوا في الفكر الناصبي عقول متحجرة متخلفة عداء واضح لأحاديث أهل البيت إنكار لمقاماتهم الغيبية وتشكيك في كل شيء يرتبط بمعارف وثقافة وتفسير العترة الطاهرة هؤلاء هم الذين تسلطهم الشيعة على أنفسهم وإلا هم لا يستطيعون أن يتسلط على الشيعة الشيعة بحالتهم البهائمية وبغبائهم يسلطون هؤلاء الدجالين عليهم ويعتقدون من أنهم على الهدى هذا هو التيه الواضح الذي تتحدث عنه كلمات المعصومين كل ما جاء في أحاديث العترة الطاهرة في متح العلماء ومتح الفقهاء هو ضعيف السند من وجهة نظر هؤلاء المراجع وحتى لو لم يكن ضعيف السند فإننا إذا ما جئنا بمضامينه كي نطبقه على الواقع لا نجد له تطبيقا في جميع الاتجاهات لا في ظواهر أمور مراجع الشيعة ولا في بواطنهم وإذا ما اتجهنا إلى الأحاديث التي تذم هؤلاء فإنها تنطبق عليهم بشكل كامل على ظواهرهم وعلى بواطنهم أتحدث عن بواطنهم عن مجالسهم وعن خصوصياتهم التي يخفونها عن الشيعة لا أتحدث عن بواطنهم عن النوايا والخلجات النفسية إنما أتحدث عن الأمور الخاصة التي يخفونها عن الشيعة فأنا مطلع عليها أنا جزء من هذا الواقع الذي أعرف كواليسه وأعرف ماذا يجري في الكواليس وماذا يجري وراء الكواليس أيضا فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم هذا هو واقع مراجع النجف وكربلا وواقع الشيعة من أتباعه فالإمام كاره لهذا الواقع فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم في علل الشرائع لشيخنا الصدوق في الجزء الأول باب 178 الحديث الثاني بسنده عن مروان الأنباري قال خرج من أبي جعفر من إمامنا الباقر خرج من أبي جعفر وصلنا خرج من أبي جعفر وصلنا في الأعم الأغلب يستعمل هذا التعبير في شيء مكتوب إما بخط الإمام أو بخط من أملأ الإمام عليه هذا هو حديث إمامنا الباقر إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم المضمون واحد إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم وهذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي هذا في علل الشرائع وهذا الكافي الجزء الأول طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 385 إنه باب في الغيبة الحديث الحادي والثلاثون عن محمد بن الفرج قال كتب إلي أبو جعفر قلت لكم خرج من أبي جعفر إنها كتابة ولربما الإمام كتب مرتين عن محمد بن الفرج قال كتب إلي أبو جعفر إنه الباقر صلوات الله عليه إذا غضب الله تبارك وتعالى على خلقه نحانا عن جوارهم إذا غضب الله تبارك وتعالى على خلقه نحانا عن جوارهم وهذا هو الذي تحقق ولا زال يتحقق في واقعنا الشيعي صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه هكذا يخرج في يوم خروجه في يوم ظهوره أقرأ عليكم من غيبة النعماني إنها طبعة أنوار الهدى قموا المقدسة صفحة 320 وهذا الحديث هو الحديث الثاني بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أذهب أذهب إلى موطن الحاجة فإن الحديث طويل ثم قال إمامنا الصادق يا أبا محمد وهي كنية ثانية لأبي بصير إنما كني بأبي بصير لأنه كان ضريرا ثم قال يا أبا محمد إنه الضمير هنا يعود على صاحب الأمر على الحجة ابن الحسن إنه يخرج موتورا غضبان أسفة لو كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد تواصل مشروعه عبر السيناريو الثاني فإن نشيعة على خير وعلى هدى فحينما سيخرج إليهم لن يخرج بهذا الوصف لكن نشيعة في تيه في ضلال إنه يخرج موتورا غضبان أسفة غضبان أسفة لماذا لغضب الله على هذا الخلق الحديث عن الجميع يكون عليه قميص رسول الله الذي كان عليه يوم أحد وهو ملطخ بدم رسول الله الذي يفتي مراجع النجف من السستاني إلى البقية جميعا والذين سبقوهم يصدرون فتاواهم القذرة بنجاسة دم المعصوم وهذا أمر واضح في كتبهم وفي فتاواهم لا لعنة على هذه الفتاوى القذرة النجسة إنها فتاوى مراجع حوزة الضلال وحوزة التي يكون عليه قميص رسول الله الذي كان عليه يوم أحد إنه قميص ملطخ بدم محمد صلى الله عليه وآله إنه يخرج موتورا غضبان أسفا يخرج بهذا القميص عليه دم رسول الله مثل ما هو غضبان على الذين سفكوا دم رسول الله هو غضبان على الذين ينجسون دم رسول الله بفتاواهم ويفترون الأكاذيب على أن هذه الفتاوى وفقا لمنهج العترة الطاهرة إنهم مراجع النجا مراجع كربلاء مراجع قوم مراجع شيعة منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجا إنه يخرج موتورا غضبان أسفا لغضب الله على هذا الخلق يكون عليه قميصه رسول الله الذي كان عليه يوم أحد لماذا لم يكن عليه قميص رسول الله الذي كان في يوم بدر إنها يوم الحق إنها يوم الفرقان وأنصاره أنصار الحجة بن الحسن من الملائكة هم ملائكة بدر فلماذا لا يلبس إمام زماننا قميص رسول الله في يوم بدر لماذا في يوم أحد لأن قميص رسول الله في بدر لم يكن ملطخا بدم رسول الله لكن في يوم أحد كان قميصه ملطخا بدمه الشريف إنه يخرج موتورا غضبان أسفا على أولئك الذين سفكوا دم رسول الله وعلى أولئك الذين نجسوا دم رسول الله بفتاواهم القذرة النجسة التي صدرت عن عقولهم القذرة النجسة لو لم تكن عقولهم قذرة نجسة لما أصدر الفتاوى بنجاسة دم رسول الله ودماء آل رسول الله ثم قال يا أبا محمد إنه يخرج موتورا غضبان أسفا لغضب الله على هذا الخلق يكون عليه قميص رسول الله الذي كان عليه يوم أحد وعمامته السحاب ودرعه 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 درع رسول الله السابغة وسيفه سيف رسول الله ذو الفقار إلى آخر الرواية الشريفة إنما أردت أن ألفت أنظاركم إلى هذا الوصف من أنه يخرج موتورا غضبان أسفا لماذا؟ لغضب الله على هذا الخلق على الشيعة وغيرهم فإن الشيعة في حالة ضلال وتيه بسبب مراجعهم الضالين الذين يدعون كذبا وزورا من أنهم نواب لصحب الزمان هؤلاء وكلاء السستاني ووكلاء سائر المراجع لكنني أتحدث عن السستاني لأنه المرجع الأعلى يقولون لكم من أنه نائب لصحب الزمان ويستدلون بتوقيع إسحاق بن يعقوب السستاني نفسه لا يؤمن بهذا التوقيع يرفضه سندا ومتنا وهؤلاء البعض منهم حمير جهال لا يعلمون من أن السستانية يرفض هذا التوقيع ولكن البعض منهم يعرف ذلك إلا أنه يريد أن يضحك عليكم يريد أن يخدعكم لأنهم لا يملكون دليلا على أن السستانية وسائر المراجع نواب لصحب الزمان فيستدلون بحديث السستاني نفسه لا يؤمن به لا سندا ولا متنا وهكذا يضحك عليكم وهكذا يضحك على الشيعة منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجاة ولذا فإن صاحب الأمر يخرج بهذا الوصف إنه يخرج موتورا غضبان أسفا لغضب الله على هذا الخلق يكون عليه قميص رسول الله الذي كان عليه يوم أحد يهم راجع النجف قميص رسول الله هذا بحسب رواياتهم وأحاديثهم ملطخ بدم رسول الله خذوا فتواكم التي تصدرون فيها الحكم بنجاسة دماء محمد وآل محمد وتقولون من أنكم نواب لصاحب الزمان هذا هو فقه صاحب الزمان طهارة دماء محمد وآل محمد خذوا فتواكم و أدخلوها في أي مكان أدخلوها في أي مكان في أي ثقب من الثقوب العالية أو السافلة خذوا فتواكم هذه النجسة القذرة هؤلاء هؤلاء نواب صاحب الزمان هؤلاء هم أساس الضلال والتيهي في واقعنا الشيعي بسبب هؤلاء سيتحرك المشروع المهدوي باتجاه السيناريو الثالث ويل لنا ويل للشيعة إذا كان الأمر سيكون هكذا نذهب إلى فصل